السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحضيرات الجوال 12 من لعبة الفانتازي والدولة الانجليزية الممتاز البريميريج موسم 2022-2023 مع واحد من الاسابيع الحساسة جدا نظرا لغياب متصدر الدولة الانجليزية ارسنال ووصيفه حتى الان منشستر سيتي ففي فرصة كبيرة جدا بالنسبة للعبين ان هم يعتمدوا بشكل كبير جدا على المتغيرات المتواجدة في السوق مش هتلاقي عدد كبير يروح وراء سكة واحدة زي ما عدد كبير جدا من اللاعبين متجه نحو لعبي ارسنال ولعبي منشستر سيتي كلهم بشكل كبير جدا حتى انك تلاقي ان متوسط عدد اللاعبين من الفريقين اللي مش هلعبوا في هذه الجولة يتراوح من بين اربع لست لعبة لانه طبيعي جدا انك تلاقي في ناس جايبة اتنين واتنين من هنا او من هنا وطبيعي جدا انك تلاقي ممكن حتى ناس بتجيب تلاتة من هنا وتلاتة من هنا طبعا واضح جدا الفرمة العالية للفرقتين وواضح برضو قد ايه لعبت الفرقتين في كل الخطوط مجيدين حتى من اول حراس المرمى لحد المهاجمين علشان كده بنقترح مع بعض كده حيول للشكل او التصور اللي ممكن يبقى عليه وضع الفريق اللي عندك في الفانتازي خلال الفترة اللي جاية فيه ناس هيبقلك الناس اللي اللي في الفانتازي هتقولك ان فودن هالند مارتينيلي مش البيع فيه ناس هتقولك كنسلو هالند مش البيع انا ميالي كنسلو هالند مش البيع لان كنسلو هالند اللعيبة لأسعارها بتزيد على مدار الموسم كمان لتنموا تصدرين النقاط فيه يعني هالند أهم مهاجم أكتر مهاجم عامل النقط وكنسلو أكتر مدافع عامل النقط ولكن فكل الأحوال خلينا نتفق على أن هالند على الأقل ما ينفعش انك تبيعه دي بروني ممكن تبيعه وهالند ورأي مارتينيلي ممكن تبيعه الساكة ممكن تبيعه وممكن تبيع كنسلو ممكن وممكن تبيع فودن برضو ممكن لكن أنا بشوف أني أكتر رعيب صعب أنك تبيعه في الجولة القادمة هو هالند طبعا لو أنت تقدر أنك ما تبيعش رعيب تاني من التشكيلات دي أنصحك أنك ما تبيعوش وتوفر سوالب على نفسك لكن في النهاية دي جولة حساسة وسلب أربع وسلب ثمانية ما يزعج ده رائيبا لكن خلينا نتكلم عن الأسبوع القادم في ضوء الأداءات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت ونقول إيه إيه المباراة المستهدفة يمكن أول مباراة المستهدفة معنا هي أول مباراة قريدي في الجدول المباراة برايتون ونوتنجان فورست طبعا عدم آآ جودة الأداء اللي حد النضى فريق نادي نوتنجان فورست خصوصا أنه هيلاعب برايتون على أرضه وبرايتون من الفرق القوية واللي للأسف يعني خيبة ظننا فيه أن هي تعرضت لازمتين متتاليتين الأولية كانت من توتنهم وحد صفر والتانية كانت من براندفورد اتنين صفر على ملعب فريق نادي براندفورد طبيعي جدا أنه الماتش الجاي هيحاول أنهما يستعيدوا الثقة قدام فريق يعتبر من الفرق الضعيفة حتى الآن فيه الدولة الإنجليزية مش محتاجة أقولك أنه كل يعيبة آآ برايتون المجيدة في الفريق مرشحة بقوة أنهما يبقوا في تشكلتك من أول سانشيز في حراستر مرمى مرورم بوابستر أو في الدفاع أو ممكن كمان لويس دانك تستفيد من فكرة أنه بيطلع في الدربات السبتة كمان معاك تروسارد ومعاك آآ اللعب باسكال جروس وقد تكون هذه المباراة هي أول مباراة تشهد يعني ظهور تهديفي لداني ويبك مهاجم الفريق لكن أهم لعيبة موجودة في فريق برايتون بالتأكيد سانشيز في حراستر مرمى آآ دانك أو في الدفاع بالإضافة لتروسارد اللاعب اللاعب الوسط الفاز حتى الآن بالنسبة للمباراة التانية آآ مباراة تريستر بلاس وولفر هانتون وولفر حقق مكسب جيد جداً الأسبوع الماضي على حساب نادي نوتنجام فورست لكن هو مكسب أنه ضعيف يعني واحد صفر على أرب فريق نادي آآ الولفز في ملعب المولينو آآ خصيصة بالتأكيد بعد صده لآ ضربة الجزائر قد في صدها في مباراة آآ الفريق أعتقد أنه آآ يعني في حالة معنوية عالية يبقى آآ اختيار جيد في حراستر مرمى لكن بالتأكيد جوهي في آآ الدفاع عند فريق ريستال بلاس ويفرتزها في وسط ملعب فريق نادي آآ آآ ريستال بلاس برضو من وجهة نظري خيارات جيدة جداً عندك في الدفاع وفي خط الوسط مباراة بورنموس وساوسامتون على ملعب بورنموس بدأ يبقى فيه شكل من أشكال التألق عند لعيبة فريق نادي آآ بورنموس تحديداً للاعب سولانكي سولانكي آآ خلال اسبوعين الفاتوى أحرز عشرين نقطة لآآ فريق نادي عشرين نقطة لصالحه كلاعب وأيضاً آآ حقق نجاحات كبيرة جداً مع آآ فريق نادي بورنموس عمل آآ جون وآآ احرز آآ هدف في المباراة الماضية أيضاً في المباراة قبل الماضية عمل هدفين فحصلت الحادة دلوقتي آآ يعني خلال اسبوعين الفاتو هدفه ثلاثة أسست بعشرين نقطة سعره خمسة وتمانية ومن نسبة الامتلاك أربعة من في المية فأعتقد أنه هو اختيار جيد جداً أما فريق نادي ساوسامتون أنا مش رأي حد دلوقتي حد ممكن يكون لفط الأنظار يخدمك في التشكلات وإن كان فريق ساوسامتون شأنه شأن جميع لعبي الدول الإنجليزي وفرق الدول الإنجليزي والجداً في لحظة أنه هنطفض ويستفيق ويحقق نتائق نتائق جيدة بالنسبة لمباراة نادي برانفورد أمام فريق نادي تشيلسي تشيلسي طبعاً باشت تغير في طريقة اللعب وفي شكل هجوم نوجد تتزلي أن أليزا بلاجة بسعره أربعة واربعة من عشر جديد بالاتمام خاصة أنه عمل حد تزونه تلاتة كينشيط واربعة بالإضافة لميسومونت اللي بدأ يتحول فنياً ومباراة اللي فاتت أحرز هدفين أنا كلمت على ميسومونت وقلت أنه بدأ يستعيد جودته الهجومية ولو ميسومونت استعاد جودته الهجومية بالتأكيد هو اختيار مميز جداً ميسومونت أحرز هدفين المباراة اللي فاتت أليزا بلاجة بيطلع كينشيط أظن زي ما أعطي حضراتكم المباراة التالتة على التوالي أو التانية لا التانية على التوالي التانية على التوالي فبالتأكيد برضو أليزا بلاجة كيبة أعتقد أنه هو اختيار جيد جداً خلال الفترة المقبلة بالإضافة طبعاً رحيم السيرينج وأوباميانج اختيارات جيدة فيه الوسط والهجوم فبرضو بالتأكيد يجب أن تفكر فيه بالنسبة لفريق نادي برينتفولد لو عندك إيفان توني طبعاً ما تبيعوش ما فيش يعني أي مشكلة في أنه يلعب المباراة دي وارد جداً أنه يسجل أهداف دي حاجة ما لهاش علاقة بجودة وتحسن أداء فريق تشيلس إيفان توني من أهم المهاجمين في الدولة السنة دي وأعتقد أنه ده واضح للجميع يعني بالنسبة لفكرة أن تشيلسي قوي دفاعياً صحيح لكن إيفان توني هيلعب فيناه على ملعبه ملعب برينتفولد طبيعي جداً أنه قد يسجل أهداف بالنسبة للمباراة ديوكاسل وإيفرتون إيفرتون يا زل مطرنحاً في الدولة حد النهاردة خياراتك في الدفاع الخياري الأول يمكن المشارك مع كانسيل هو كيران تريبيير بيأدي أداء هيل حد النهاردة هو واحد من أكثر المدفعين نجاحاً في الدولة وأكثر المدفعين أحرازاً النقاط في الدولة لحد دلوقتي كيران تريبيير لحد دلوقتي عامل خمسة وخمسين نقطة في المركز الثاني ورا كانسيلو بأسسته بأسستين وهدف وطبعاً عدد منها الكيرين شييتس نتيجة لقوات الدفاع في فريق نادي نيوركاسل أيضاً آآ نيك بوب يازل من الحراس المهمين في الدولة وإن كنت أفضل مستقبلاً إنك تتخلى عنه أما بالنسبة للعيبة المجيدة في الفريق في حد سوال حرار يمكن على رأسهم الميرون اللي صح كان بلانك في الجوية اللي فاتت لكنه خير الجويتين اللي قبلهم كان بيأدي أداء جيد وقد يكون له نصيب فيه بعض النقاط في مباراة نادي اما بالنسبة للعيبة اللي انت شايف إن هي ماشية بشكل كويس احتفظ بها مفيش مشكلة معندكش رفاية انك تغير حد منهم لكن بتأكيد على رأس اللاعبين الموجودين في التشكيتين حيبقى بالنسبة لي ديجو دالوت مدافع اللي دايماً أداءه ثابت ومستوى مناسب جداً وبيحقق نقاط كثيرة لسبوع اللي فات أحقق تسع نقاط كاملة نتيجة حصوله على بونس المباراة أمام فريق نادي نيو كاسل نسبة امتلاكه تمانية واربعة من عشرة وسعره اربعة ونص وهو أيضاً من اللاعبين الذين يحققون نقاط جيدة بالنظر إلى سعره أما بالنسبة لفريق نادي توتنام فطبعاً هالكين مهم جداً أيضاً من الممكن التفكير في هيونجسون من بديلاً لديبروين برضو اختيار جيد لو انت فكرت فيه اما بالنسبة ليفربول لو جينا عند ليفربول فبتأكيد تصعد المستوى الواضح لمحمد صلاح يخليه خيار جيد جداً من هذا الأسبوع خصوصاً بعد الهدف الرائع لاحرزه فيه شباك فريق نادي والأداء الجيد للعب بشكل عام خلال المباراتين الاخيرتين سواء في بطولة اوروبا او في الدولة الانجليزي صلاح قد يعود خلال الفترة القادمة كواحد من اهم اللاعبين في الفنتازي ازا حافظ على مستوى وازا استطاع فريق ان هو يكمل في الصحوة اللي هو ماشي فيها خلال الفترة اللي فاتت محمد صلاح اه خيار جيد جداً هذا الأسبوع للكابتنا هلعب نادي واستهام في فريق فربول في عدد من اللاعبين الذين قد يعني يكون لديهم نصيب من الاهتمام ربما كان على رأسهم هو آآ روبرتو فرمينو يعني ازا كنت بتفكر فيه خيار الدفاعي سواء روبرتسون او ارنولد راحتك لكن عليك ان تكون حزناً في التعامل مع ارنولد تحديداً لكن فرمينو مع صلاح اعتقد ان هي اختيارات تهيلة جداً لهذا الأزمان. اما بالنسبة لفرحناني واستهام صحيح في بعض الطفرة في الاداء خلال الفترة اللي فاتت لكن هما ما بيكملوش لآخر لكن بوين برضو لعب مهم لحد دلوقت كنا كلمنا عنه ايضاً بيظهر اللاعب باكيتا برضو لعب مهم جداً خلال الفترة الاخيرة. فرم واسطن فيلا برضو بالتأكيد ان راس بريرا يسير بخطوات جيدة. هو واحد في الوسط والاخر في الهجوم. عند الاس بريرا من العيبة لسعرها رخيص جداً. بالنسبة لأسعار العيبة الدولة الانجليزية سعره اربعة وستة امان عشرة. لك انه بيحمل نسبة امتلاك عالية جداً. اربعة وعشرين وستة امان عشرة في المية. يمكن دي بتخليه يعيب مهمة في الدولة الفنتازي. صاح? اجمالي احرازه للنقاط في البطولة اللي حد طيب ما هوش كبير. سبعت في النقاط اللي كان من نظر سعره هو بالتأكيد رخم كبير. من نسبة لفريق نادي لستر سيتي ومباراته امان فريق نادي ليدز. جاك هارلسون بالتأكيد اختار جيد جداً في وسط الملعب. باتريك بانفورد مفروض انه وضع تحت الملاحظة. من نسبة لعيبة اه فريق نادي لستر. يبقى اه كاستاني اه موديل هذا الاسبوع. بالتأكيد اه ايضاً هارفي بارلز من العيبة اللي بينطفضوا من حين لاخره بشكل جيد جداً. تشكيلة الاسبوع من وجهة نظري خلال الاسبوع القادم يعني. بالتأكيد عندك سانشيز وآه خيطة في كريستال بلس. وعندك برضو خوصي سا في آآ فريق نادي ويفر هامتون. عندك فيه الدفاع آآ كيران تريبيير اختيار مهم. عندك برضو آآ روبرتسون في آآ دفاع نادي آآ آآ ليفربول. اختيار آآ مهم جداً. كاستاني اه في آآ نادي ليستر. آآ ممكن برضو يتم التفكير في لويس دانك. آآ مدافع فاريخ نادي برايتون. وايضاً آآ فيلتمان واحد من الاتنين. بالاضافة البينة تشول في فاريخ نادي تشيلسي. في وسط الملعب عندك مونت. عندك صلاح. عندك آآ ماديسون. وعندك ايضاً اندريلس بريرا. بالنسبة برضو الاداية اللي فاتت. واي ميرون. لعب فاريخ نادي نيوكاسل في الهجوم. طبعاً هلن ده هنحتفظ به في آآ الدكة اكيد. فعندك بشكل جداً اختيار جيد هالكين. آآ ممكن برضو يتم التفكير فيه سولانكي لعب فاريخ نادي بورنووس. هتمنى لكم جولة جيدة. ومزيداً من الخير في اقرب فرصة بعد ما تنتهي هذه الجولة الحساسة من بطولة الدولة الانجليزية. السلام عليكم.